إجمالي ما تم تحصيله من الموارد النفطية والسيادية حتى يوليو الماضي بلغ 36 مليار دينار كان من بينها الإرادات النفطية منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 5 مليارات و100 مليون دينار مقابل إرادات نفطية مقدرة بحوالي 3 مليارات ونصف المليار دينار وفق تقرير موسع حول الإنفاق والإرادة العام للدولة أصدرته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي التابعة لوزارة المالية في حكومة الوفاق إلا أن ما ورد عن الوزارة كان مختلفا عما أصدره المصرف المركزي الشهر الماضي من بيانات لنفس الفترة حيث بلغت الإرادات النفطية الفعلية وفقا للمركز مليارين و218 مليون دينار أي أن الفارق بين أحصاء المالية والمركزي في هذا البند بلغ قرابة 3 مليارات دينار أما بالنسبة للبيانات الأخرى فكانت شبه متطابقة مع مصر في ليبيا المركزي حيث بلغت الإرادات السيادية والنفطية للبلاد أكثر من 6 مليارات و400 مليون دينار فيما بلغت قيمة إرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي 13 مليار ونصف المليار دينار وبحسب بيانات المالية فإن حجم الإنفاق العام بلغ أكثر من 20 مليار دينار حاز منها الباب الأول المخصص لتغطية المرتبات 12 مليار و700 مليون دينار فيما بلغ حجم الإنفاق على مشروعات وبرامج التنمية 264 مليون دينار وزارة المالية قالت إن مصرف ليبيا المركزي قدم قرابة 15 مليار ونصف المليار دينار كقرض حسن للحكومة بهدف تسير أعمالها إذن هي مليارات تنفق من ميزانية الدولة في ظل الظروف الرهنة التي تمر بها البلاد إلا أن حال المواطن ظل كما هو عليه شح في السيولة وانقطاع متواصل للكهرباء وانتشار كبير لوباء كورونا نهيك عن عدم وجود أي مقومات للعيش الكريم اشتركوا في القناة